ذكرت في بداية الحلقة هناك أخطاء في الماضي يجب أن لا تتكرر أو لا نقاع فيها مثل إيش محمد؟ لو تعطينا يعني تعددنا بشكل سريع يعني أخطاء تعلق بالمنتخب، باللاعبين، بالخطة أو المنهجية اللي يسير عليها المنتخب أو الاستعداد اللي كأس العالم تفضل محمد خلني أسمع منك طيب قبل كل شيء يعني لابد الإشاءة من الإشادة بالعمل الفني المميز الذي قدمه مارفك في الفترة الماضية يعني إحنا لاحظنا حتى علاقة مارفك بالإعلام كانت علاقة يعني فيها نوع من البرود أو الفطور نوعا ما في الفترة الماضية الإعلام في فترة ماضية كان انتقد مارفك على عدم تواجده وعلى عدم متابعة الدوري بشكل كافي وبالتالي اختيار العناصر المناسبة للأخضر في كل مرحلة لكن هذا الأمر كان يقابل بتجاهل من مارفك وأعتقد أنه مارفك لا أبالغ عندما أقول أنه أحدث انقلاب في العمل التدريبي ومفهوم العمل التدريبي والاحترافية في هذا العمل كيف؟ مارفك جعل الإعلام إعلامياً والمدرب مدرباً والمسؤول مسؤولاً خارج إطار المستطيل الأخبر كل واحد في شغلة نعم ما أحد يتدخل في أحد نعم نعم وهذا الشيء أنت لو لاحظت أخي بندر في الفترة الماضية أنه مارفك يعني أنا صراحة يعني أعجبني جداً يعني الأمور الإدارية يعني ربما حصرها في مسؤولية التجهيز المعسكرات نعم طبعاً إطاءهم مثلاً هيكلة التنظيم العمل الإداري كيف يكون ما أبقى أحد معاه في المستطيل الأخضر اللي جهاز التدريب هو الإداري المسؤول فقط هذا الأمر ربما انعكس على أداء المنتخب وانعكس حتى على طبيعة العمل والارتياح بين جميع الأطراف ربما حتى سمعنا الأستاذ عادل عزة أنه قال أنه جميع الأطراف سواء الإدارية والفنية وكل من له علاقة بالمنتخب كان مرتاح لهذا التعامل ولهذه الهيكلة هذا الأمر انعكس على المنتخب وجدنا مثل ما قال أبو إبراهيم هناك تقارب كبير بين اللاعبين وبين مارفك ربما في الفترة الماضية الإعلام تحدث عن بعض الخيارات العناصرية اللي كانت تنقص المنتخب كان يجابها مارفك بأنه كان يبحث عن الاستقرار والانسجام وهذا أمر من أبسط حقوقه كمدرب أعتقد أنه وفق كثير يعني وخدمته النتائج إلى حد كبير في التأهل لا ننكر أنه قدم جهد كبير يعني بنسبة جيدة كمدرب أيضا اللاعبين قدموا إمكانيات كبيرة في مشوار طويل وحافل لابد من الإشادة بهذا الجهد ولابد أن نحن أيضا نطلب من إدارة المنتخب ونطلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم حسم ملف مارفك بالاستمرار وعدم البحث عن بديل لماذا؟ لأن نحن نبحث عن الانسجام نبحث عن الاستقرار خير نحن ندخل بطولة كبيرة بطولة مونديال بمدرب جديد لا أنا أعتقد أنه مارفك عارف أو شيء عنده انطباع عن اللاعب السعودي وعنده أيضا حتى الخيارات اللي ما اختارها في الفترة الماضية عنده وقت طويل أنه يقدر يضمها في معسكرات مستقبلية حتى يستفيد منها وهو يعرف اللاعب السعودي وطبيعة اللاعب السعودي يعني محمد أنا لو سألتك عن سؤال حلقتنا اللي عرضناه في البداية هل تؤيد استمرار مارفك؟ أنت مع استمراره نعم مع استمراره وعدم البحث عن بديل وأعتقد أنه هو لمح هو شخصيا لمح لهذا الأمر بأنه يود التجديد عاما تقريبا أنت كما ذكرت بندر أنه في الرياضي صح؟ صحيح أنا أعتقد أنه هو إذا لمح لهذا الأمر وليستمر العام أعتقد أنه من حقه هو يريد أنه يكون مع فريقه اللي تعب ويجتهد من أجله أو مع المنتخب السعودي يكون معاه في المنذيال وبالتالي هو أنا أعتقد من الصعب جدا أنك الآن تأتي بكادر فني جديد وتعطيه الصلاحية وبعدين نفاجأ بنتائج ربما عكسية صراحة فلذلك نتمنى بقاء مارفك مع جهازه الفني نتمنى حتى بقاء الجهاز الإداري نتمنى أنه يكون هناك بقاء هذه الهيكلة والترتيب العملي بالنسبة للمنتخب حتى تنعكس إيجابا على المنتخب في المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى